السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة استمعينا الكرام نخد معنا اول سؤال كان سلام عليكم ورحمة الله انا كوثر من طنجة انا بغي شخص يتقدم الزواج بيا في الخوف وفي ارتباك كثير وما عرفتش علاش واخا هو بين فيه ولد الناس ومزيان وكيقول باللي كيبغيني وانا خيف ما يكملش هاجزواج ادعي معي يا شيخ الله يزك بخير ربي يفتح اليو عليك ويكمل كل شي بخير وعلى خير شكرا للك اوثر على هذا التساؤل وعلى هذا المشاركة اللي شاركتين بها يعني هذا المخاوف ديالك للك اوثر اولا المستمعين الكرام للك اوثر واضح بانها يعني عندها تخوف من المستقبل تخوف بان هذا الزواج هذا ما يتمش هي كتقول بان الرجل مزيان واخلقه مزيانة وبغاها ولكن هذا المانع اللي منعها من انها يعني تردو وما تقبلش يعني الخطبة دياله هو الخوف من هذا الزواج ما يكملش للك اوثر اقول لك شيء اولا عليك ان يكون املك بالله تعالى كبيرا هذا الزواج ما شرع الله تعالى الا وفيه الخير سواء للمرأة او كذلك للرجل والله تعالى ذكر في القرآن الكريم ان الزواج كل خير وهذا يتمثل جليا في الدعاء دعاء موسى عليه السلام مستمعين الكرام تما كتعرفوا بان موسى عليه السلام لما خرج يعني هاربا من فرعون وملئه ودخل الى مدين ووجد امرأتين تذودان اي تعتزلان الناس وسقى لهما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء احتمشوا هالنس ويسقوهما احنا غادي نمشوا وغادي نسقيوا لما وابونا شيخ كبير فذكروا العلة التي من اجلها يعني خرجا بانه ما كينش الراجل في الدار كينه واحد الاب دي لنا وراجل كبير ما يقدرش هو يسقي فلذلك احنا كنجوء وكنزحم مع الرجال اننا يعني نسقي واتحنا الماء ونعتزلهم حتى يكملوا فموسى عليه السلام سقى لهما فلما سقى لهما تولى الى الظل وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فسأل موسى عليه السلام سأل الله تعالى ان يعطيه الخير فانه فقير لخير الله ما هو هذا الخير مستمعنا الكرام وربما كان موسى عليه السلام يسأل الله تعالى من الخير الذي هو المأوى او الذي هو الطعام لانه كما ورد في بعض قتب تفسير انه دخل الى مدين وقد التسق بطنه بظهره من شدة الجوع وكذلك انتفخت قدمه من شدة المشي فربما كان يحتاج الى الراحة ولكن الله عز وجل استجاب هذا الدعاء منه سبحانه وتعالى وهو المحسن احسن اليه غاية الاحسان وأكرمه غاية الكرام فهذا الخير الذي سأل يعني موسى الله تعالى ان يؤتيه تمثل في الزوجة اولا وقبل كل شيء فمباشرة بعد ان اتم موسى الدعاء ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء فجاءته الفاء هذه يعني التعقيب مباشرة بعد السؤال جاء الجواب من الله تعالى وكان ذلك متمثلا في هذه المرأة الحيية الطاهرة الصالحة فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فهذه الاية سبحان الله من يقرأها يعني يتصور ويشعر ان هناك شيء سيكون بين هذه المرأة وبين موسى عليه السلام الا وهو الزواج فشاهدوا من كلامي هذا هو ان الزواج خير ولكن طبعا اذا توفرت فيه الشروط لا اقصد شروط عقد النكاح ولكن اقصد الشروط اي الظروف التي تجعل منه زواجا ناجحا وتجعل منه زواجا كله خير النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد عارض فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان المرأة تختار من الرجال الذي دينه جميل وخلقه حسن قد يقال هنا السؤال يطرح أليس الخلق من الدين نعم الخلق من الدين فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا فصل بين الدين وبين الخلق اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه أليس الخلق من الدين نعم ولكن هذا يعني هذا العطف يعني يبين مكانة الخلق الخلق الكريم ضروري وهو أساس كأنه يعني هو تلك السارية التي يقوم عليها الزواج لا بد من الخلق الحسن فالذي يقع في كثير من الزيجات أن الخلق يؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على الزواج فكثير من النساء يعني يشتكين خلق الزوج السيء وكذلك كثير من الرجال يشتكون خلق الزوجة السيء فلذلك نقول إذا كان هذا الرجل لك وثار ترين بأن خلقه جميل ولكن كيف تعرفين أن خلقه جميل هذا دور الخطبة هناك جلنا المرحلة المهمة لأن الخطبة هي التعارف الخطبة دورها الله تعالى مشي جوق لنا مباشرة جوطيح العقد ولكن كينا واحد الخطبة اللي هي التعارف هذا التعارف والتعرف هو الذي يجعل منك يعني تتأكدين إذا كان هذا الرجل خلقه حسن أو ليس له خلق حسن التعارف بعض الناس كيوقعوا فيه بزافة الأخطاء تقولوا رمشينا سولنا عليه ولقناه الرجل مزيان وخمزيان كيف سولتوا عليه السؤال عليه يعني عنده ضوابط باش نقولوا بإنه رسولنا عليه وتعرفنا عليه خصوة ضوابط كيف هذا الأمر هذا مثلا كي نلقوه همتي مشيوتي ويقولوا لنا رأى سولنا عليه واحد سيد رأى كانت يعرفه مبعيد ورأى التهوى سول عليه ورأى قال لنا بإنه رأى جمزيان لا هذا خطأ يعني شوف عمر بن الخطاب لما وقع في نفس الحالة ونفس الموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يعرف شخصا يعني هل هو يعني ثقة وعدل أو ليس بثقة وليس بعدل فجاء أحدهم فزكاه قال لي أنا لكن أعرف هذا كسيد اللي عمر له الطار أو شيء من هذا القبيل وهو يقول لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل سافرت معه لتعرف يعني أمانته قال لا قال هل تعاملت معه في الدينار والدرهم لتعرف يعني خلقه قال لا قال هل كنت جاره لتعرف يعني ما يتعلق به قال لا قال لعلك رأيته في المسجد يخفض ويرفع رأسه في السجود والرقوع هذا مش تعارف مش مجرد أنه القيناك يصلي في الحي مثلا في المسجد نقوله صفير عرفنا لا يعني كما تقول إحنا يعني خبايا الأمور نسول عليه الناس اللي هم محتكين به اللي هم محتكين به والله تعالى يقول وأقيم الشهادة لله بمعنى أن الإنسان إذا سئل عن شخصين فلا ينبغي أن يقول إحنا بغينا نجمعوهم نقوله راه مزيان إلا ما كنت يقوله راه مزيان قول داك شي اللي كين قول داك شي اللي كين الإنسان إلا طلب منك شهادة خصك تشهد بهذا شي اللي شفتي ما تكذب ما تخبيه قل الصدق كنتي كتعرفه قلهم نعم كان عرفه مزيان صفرت معه بينه بينه تجارة بينه بينه يعني الأخلاق دياله مع الجيران وكذا إلى آخره وهكذا فلا لك أوثار لكن تقنتي هذه الأسباب بمعنى أنك عرفت هذا الرجل هل هو صالح هل هو خلقه حسن واش غدي صبر عليك واش غدي تق الله تعالى فيك واش هو قد المسئولية واش هو رجل بمعنى الرجولة بمعنى أنه عارف شن هو الزواج عارف يعني الإكرهات اللي كتوقع في الزواج وبإنه وخصوه صبر وخصوه يطلع فيك وخصوه يستر يعني العورات والعيوب ويذكر فقط المحاسين واش غدي يبدل الواحد لمجهود في إصلاح الزواج وفي إنجاح الزواج لكن كذلك ما عندك للا مناش تخافيه لأنه إلك نحن كلنا لما غدي نبغيو مثلا نحن مقبلين على مثل هاد يعني هاد خطوة العظيمة اللي هي الزواج غدي نخافه أكيد غدي يبقى هاد الاحتمال يعني محطوته غدي يخلينا أننا من دير حتى شي حاجة فلذلك كذلك أوثر كوني دائما متفائلة وبما أن الله تعالى هو الذي شرع هذا الزواج وقال لك الله تعالى بإن هذا الزواج خير إذا كانت هناك يعني في هاد الظروف إذا جاءكم أن ترضى ونخلوقه ودينه فزوجه فلاش كذلك لأن هاد الزواج مدام توفرت في هاد الظروف اللي الله تعالى بغاها فأكيد هاد الزواج إن شاء الله وتعالى غير يدخل عليك بالخير وبالتسير وهذه رسالة إلى كل الأزواج سواء كان رجلا أو كان مرأة مستمعين الكرام أولدتي أخوتتي سكنت على الف بأن الزواج أرى لا بد فيه من الصبر إياك أن تظن بأنك لما تجيب هذه الزواجة أرى ما غالي تشوف منها حتى شعب إياك أن تظن بأنه ما غاليش يكون واحد احتكاك وما غاليش يكون واحد سؤتفاهم خصوصا في السنوات الأولى السنة الأولى والثانية والثالثة أظن بأنها كتكون يعني فترة حرجة فلا بد من الصبر فلذلك الحياة الزوجية عموما كما قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني الحياة الزوجية عموما هي تتسم بالتراضي ويعني تتقوى بالتغاضي لا بد من الزوج وهذه رسالة خصوصا إلى الزوج أكثر منها إلى الزوجة لا بد من التغاضي لا بد من التغافل كما قال أحد السلف اجعل ثلثي عقلك تغافلا وثلثه فطنة هي عرفناك دكين وعرفناك فطن وكتنا نقول احنا بدرجة الرجل ما كتدسش عليه وكتفهمها وهي طيرة ولكن هذه المعاني في السوق هذه المعاني خارج البيت أما في البيت فكما قالت إحدى الصحابيات عن زوجها زوجي إذا خرج أسد وإذا دخل فهد ولا يسأل عما عهد إذا خرج أسد تولي حتى هوات يقول ونخصي نكون سبع ونخصي نكون ونخصي ندير ونرد لباله ونكون دكي وما تدسش ولكن في الدار ما تبقاش هذه المعاني في الدار أنت ماشي قلس مع العدو أنت ماشي قلس مع الشارك ديالك ماشي تجارة هي لا في الدار كنا رحمة كنا مودة وهذا المودة وهذا الرحمة تجاه من تجاه واحد المرأة التي خلقها الله عز وجل منك هي جزء منك ولا يمكن أن تسكن إلا بها ولن تجد راحة في هذه الدنيا إلا بوجود تلك المرأة فالمرأة سعادة الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة الفتيات والنساء تنقلكم ما يمكنش تعرفوا يعني السعادة دي للرجل إلا كان تحدها الزوجة التي يحبها وتحبه التي تحترمه وكي تنقل إحنا كتجعلو يعني تجرسها كي تنقل إحنا بالدرجة زمانها كي يحس بإن هذه المرأة عندها عندها في الزوج كل شي ولكن خاص الزوج كذلك يكون قد المسؤولين ويكون كذلك يعني نعم الرجل فلا بد من التغافل أنت تتعامل مع مرأة المرأة يعني قبيلة العادة الشهرية وأثناء العادة الشهرية كتكون المرأة يعني المرأة عبارة عن هرمونات يعني اضطرابات هرمونية عجيبة عجيبة جدا حتى الأطباء لما كيتكلموا عن المرأة كيتكلموا عليها سبحان الله بوحد يعني هذا التكون النفسي ديالها والعصبي ديالها التركيبة عجيبة هذاك الأمر ولكن واش الرجل يعني يراعي هذه الأمور أو هو يفقه هذه الأمور لا بد أن تتعرف على المرأة أو على جنس المرأة عموما من حيث تركيبة نفسية كيفاش نفسيتها ديالها كيفاش كتعبر المرأة شنو بغات مش أحيانا يعني المرأة قد تعبر تستخدم ألفاظ وعبارات لتصب في الظاهر كما يقال كما قال الله تعالى عن المرأة أوى من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فالمرأة أحيانا لا تستطيع أن تظهر يعني حجتها بلسانها ولكن الرجل الفطن هو الذي يفهم المرأة دون أن تتكلم ويبقى عندك سلاح يعني يتجلى في ضعف هذه المرأة المرأة تتجلى وتضعف في مشاعرها إذا استطاع الرجل أن يوظف هذا السلاح جيدا فإنه سوف يصيب مقاتل غضب المرأة ولن تغضب عليه المرأة أبدا وهذا سيد نبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم كم كان يعني قد وردنا في مواقف كثيرة أنه كان يتغافل ويتغاضى ويفهم المرأة كأنه وكي يتكلم وكي يقول لك هالمرأة ها هي شوف سيد نبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من من بيته وذهب إلى البقيع في نصف الليل عائشة رضي الله وعنها كامرأة قالت كيفش الرجل بحركة كان قاعد ما بيهم عليه واحد شوية ناضف لمشاهد الرجل يعني طبعا إحنا كنعفو أن المرأة كيفش كتفكرة غتقول هذا مش عند شي مرأة أخرى فعائشة رضي الله وعنها ما رأعتش بخش حاجة أنها تكسدن بي ولا هي في بيت والمكان يعني الظلمة خرجات عائشة رضي الله وعنها وتبعات عائشة رضي الله وعنها بتعرف فين غدي فلما لقته بأنه غدي البقيع وكيستغفر الأهل البقيع وهو راجع أسرعت ودخلت ولكن الإنسان المبدل هو واحد المجهود يعني جسدي دخلت للبيت ورجعت لمكان ديلها دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القعائشة رضي الله عنها كتنفس بواحد طريقة سريعة لإشارة إلى أنها بدلت واحد المجهود عضلي يلا دخلت من الضار فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بأنها خرجت وتبعاته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله أتشكين بي يا عائشة وأنا رسول الله أنا اللي معصوم من الذنوب ومن أم الكبائر وتشكي فيها أرى مشيت أنا البقيع مشيت بتنستغفر الله تعالى لأهل البقيع فهنا شوفوا عائشة شنودرت من ذكائها أنها طبعا كتبقى مرأة ما غاليش تقول لي كان أعتذر من نكو اسم حي المرأة ما كتبغيش أنها تتنازل هذا الطراجة وراجل خصويا رعي هذا الأمور ما يتسنى أنها تقول لي أعتذر الله سمح لي لا المرأة جيم تبغي تبقى معززة مكرمة حتى وهي في غلطها وفي خطائها وفي تجاوزتها كتبغي تبقى معززة مكرمة ولكن ترسل إشارات إلى أنها يعني نديمت واعتذرت فعائشة رضي الله عنها استغلت الموقف المذكر البقيع ويتقول لي يا رسول الله وشنون قولوا إلى مشنا البقيع وشنون قولوا إلى مشنا للعربة وشنون كيفاش غديندعو واه النبي صلى الله عليه وسلم غابي ما يعرج بإن عائشة بغت بالدل مضوع وبتخرج من هاد الدائرة اللي يعني اللي يعني هي يعني الآن يعني في مرحلات الدفاع ولكن شنو درت رضي الله تعالى عنها شو كيفاش كانت تعلمنا قالت له يا رسول الله كيفاش غديندعو حنا إلى مشنا للعربة وشنون غادينقولوا النبي صلى الله عليه وسلم مش غبي. النبي صلى الله عليه وسلم فهم بانها هي بغتة بدل الموضوع. لان ما بقى عندها ما يتقال. علش غتي حرجها النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لا. بقى معيها في نفس الموضوع. قولي لي يا شنو كين. علش خرجتي. علش كده انا يمشي. قالها النبي صلى الله عليه وسلم الى مشتين الباقع. هما تقولي. وهما تقولي. وهما تقولي. وهما تقولي. خلاص. انتهى المشكل. انفضل المشكلة بالمرة صفي خلاص. علش? فهب النبي صلى الله عليه وسلم بانها هي بغتة بدل الموضوع. وهو يبدل النبي ص لله عليه وسلم الموضوع وعرف بأن هذا الأمر كان نتيجة الغيرة ديالها فهذا موقف من المواقف الكتبين لنا بأن يعني ها كيفاش كانت يتعمسد النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة اللي هي الزوجة دياله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يبغي تكون أحسن ناس في معاملة الزوج للزوجة دياله شوفوني أنا اقتدوا بي أنا فأنا خيركم خيركم لأهلي فخير من يقتديتم في مسائل الزواج ومعاملة الزوج للزوجة فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لك وثر ما تخفيش إلا كان هذا الرجل قد المسؤولية إلا كان هذا الرجل رجل مسكلي في دياله واعتمدي عليه واتقي فيه ونامي وأنت قاريرة العين كما يقال وطيبي نفسا بزوجك بإذن الله تعالى ما غادش يخيب الظن ديالك فيه والله تعالى أعلم وأسأل الله تعالى أن يسر لك ولسائر أخواتنا وبنتنا نسأل الله تعالى أن يجعل زواجهم زواجا مباركا ميمونا وأن يصلح أزواجهم وأن يجعلهم في ويجعل ويجعل هذه الزجاد في أتم خير وبركة وعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين والله تعالى أعلم وأحكم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر